في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون حكومة تخرج بلادهم من أكبر أزمة سياسية تشهدها ما تزال المفاوضات مستمرة بين الأحزاب التي قبلت الدخول إلى هذه الحكومة مفاوضات الساعة الأخيرة تلقي بظلالها على تشكيلة هذه الحكومة فيما يرى متابعون أن المصالح الحزبية هي التي أخرت إخراج هذه الحكومة إلى النور الأمر يتعلق في نظر من سيشكل الحكومة بتوسيع الائتلاف من ائتلاف ثلاثي إلى ائتلاف خمسي ولكن ما الذي سيتغير بالنهاية حينما يتوسع هذا الائتلاف هناك واضح جدا ترتيبات لا لإدارة المرحلة القادمة بل ترتيبات للانتخابات القادمة وهو ما يجعل هذه المفاوضات متعثرة أما أولويات الحكومة فتبقى إلى حد كبير محل إجماع بالنظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد من انفلات أمني نسبية وارتفاع واضح في الأسعار وضعف التنمية في الولايات الداخلية هناك اتفاق حول برنامج عموما مقومة الفساد والمحاسبة العدل الانتقالية التحكم في الأسعار الاهتمام بقفة المواطن يعني الاتفاق على رزنامة وبرنامج وموعد واضح لانتخابات إدارة حوار وطني واسع يقع فيه تشير كل أطراف يعني هذه الأولويات الأساسية التنمية التشغيل هذه أولويات أساسية ومتفقة لها الجميع متفقون وخاصة إعادة الهيبة لدولة القانون المؤسس وتنتهي المهلة الدستورية المملوحة لرئيس الحكومة المكلف علي العريض في الثامن من هذا الشهر لتقديم تشكيلته إلى المجلس الوطني التأسيسي لم يكتب لحكومة علي العريض أن ترى النور بعد وإن رأته ولو بعد أيام فسيكون أمامها كما يقول مراقبون تحديات جسام ووقت قصير لن يتجوز في أحسن حالاته تسعة أشهر مع حديث داخل المجلس الوطني تأسيسي عن احتمال إجراء انتخابات برلمانية أواخر هذا العام من العاصمة التونسية يونس اي تياسين سكاي نيوز عربية ترجمة نانسي قنقر